لماذا تكتم على حصول لقاء أو عدم حصول لقاء بين الوزير والفاتيكاني جالاجر وبين أي مسؤول من حزب الله هذه مسألة تعود أولا إلى الدبلوماسية الفاتيكانية ثانيا علينا أن نسأل من سرب هذه المعلومة ولمصلحة من من سرب هذه المعلومة يعني أنا عم تقول أنه فيهك معلومة من سربها ولمصلحة من يعني فيهك شيء ممكن السفرة البابوية معنية أولا نقطة الثالثة على أي قاعدة تم طلب الموعد لأنه بحسب ما ورد ببعض الصحف أنه تم الاتصال باللجنة الوطنية للحوار المسيح الإسلامي ومن خلالها معلوماتي تقول أنه لم يتم الاتصال باللجنة الوطنية للحوار المسيح الإسلامي أبدا انتلاق من هذا الموضوع وهناك هنا علامات علامة استفهام هل هناك من استعمل قنوات لوضع هذه المسألة ضمن إطار معين وأحرج فيها هذا الموقع لتمرير رسالة ما وبعدين كيف تم استغلال كيف تم استغلال هذا اللقاء إذا تم أنا ما بعرف مع اللجنة الوطنية للحوار المسيح كيف تم استغلال هذا اللقاء أعلاميا السؤال الأخطر أنه يمرأ بالأعلام أنه الفاتيكان قال أنه سيطلب من الوئات المتحدة الأمريكية وحلفائها رفع حزب الله عن لويح الأرهاب أنا سألت سؤال بالقسم الأول من الحلقة هل يمكن أن يكون أن يكون الفاتيكان مع الجريم المنظمة والجريم المنظمة هي مسألة في القانون الدولي لا تتعلق بالإرهاب فقط علامة استفهام وهذا أريد سؤال نسأل حالنا شو جريم المنظمة أصدقك أنه إذا حزب الله عنده سلاح لا لا مش بس عنده سلاح بده يسأل حاله بده يسأل حاله حزب الله حذرتك أنه أتسلم أنه إلساق صفة الإرهاب على حزب الله هي مشروعة أنا ما عم بقول شي أنا عم بقول هل يمكن أن يكون الفاتيكان مع الجرائم المنظمة التي ترتكب ضد اللبنانيين من خلال تحالف المافيا الميليشية أنا عم برجع على السؤال هيدا السؤال يتعلق بكل المنظومة هو حزب الله فهمنا بس نحن نحكي عن عم تعلق حضرتك على الكلام عم تعلق حضرتك على الكلام الصادر بالصحف عن أنه قال الفاتيكان أنه هو سيطلب من أمانتها أنه ينزع صفة الإرهاب عن حزب الله هيدا شيء تاني لا لاش عم بفصل حزب الله عن المنظومة بالمقال اللي ورد لأنه صفة الإرهاب مش على المنظومة كلها هي بس على حزب الله في فصل حزب الله عن المنظومة أنا عم بقول هناك صفة جريمة منظمة على كل هذه المنظومة ملصقة بها تحالف المافيا الميليشية مرتبطة بكل المنظومة لا علاقة لي بما قيلة هناك ما ورد في هذا الصياق يستدعي تساؤلات عن كل المسار الذي اعتمد في طورية الفاتيكان في كلام في تقديري أنا خارج الثوابت الفاتيكانية الأخلاقية بالكامل خلق أنتبه نعم خلق أنتبه لأن الفاتيكان يريده سلاما في لبنان يريده حماية الهوية اللبنانية والعيش الواحد لا يريده لبنان أن يكون في حالة احتراب لا داخلي ولا حرب خارجية ويريد صون الهوية الحضارية اللبنانية كل خارج هذه الثوابت وأنا عم أقول ما عم بحكي باسم الفاتيكان ولكن من موقع المراقب والمتابع هذه هي ثوابت أساسية فاتيكانية ترجمة نانسي قنقر